عقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برأسة المستشار وليد حمز اجتماعا لاستكمال الاستعدادات اللازمة للانتخابات الرئاسية المقبلة وخلال الاجتماع تم مناقشة الطلبات المقدمة من منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية لمتابعة الانتخابات وكذلك الطلبات المقدمة من المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية المحلية لتغطية العملية الانتخابية هذا وقد قرر مجلس الإدارة قابل جميع الطلبات التي استوفت إجراءات القيد القانونية وكلف الجهاز التنفيذي للهيئة بفحص باقي الطلبات المقدمة وفقا لأحكام قراري الهيئة الوطنية للانتخابات رقمي 22 و23 لسنة 2019 والمنظمين للقيد بقاعدتي بيانات قيد منظمات المجتمع المدنية والتقطيع الإعلامية لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات هذا وتهيب الهيئة الوطنية للانتخابات بكافة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عدم تدولي تمت أخبار أو بيانات تخص الهيئة الوطنية للانتخابات إلا من خلال قنواتها الرسمية